أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوكرانيا حصلت على طائرات مقاتلة وقطع غيار من بعض دول أوروبا الشرقية في وقت تواصل فيه دول أوروبية تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا خطوة طرحت العديد من الأسئلة بشأن كيفية استفادة كييف من هذه الأسلحة في مواجهتها الجوية مع القوات الروسية يتدفق الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا بالتزامن مع الهجوم الروسي الجديد على دومباس والذي قلب معايير دول الاتحاد الأوروبي الرفض سابقا لتزويد أوكرانيا بأسلحة قتالية ثقيلة تجنبا لتصعيد النزاع حيث تلقت كييف طائرات مقاتلة روسية الصنع وقطع غيار من بعض دول أوروبا الشرقية لتعزيز قواتها الجوية فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق تزويد كييف بمدافع هاوتزر الأمريكية وتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها كما تعتزم واشنطن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار وجاء موقف الاتحاد الأوروبي بالتأكيد على الاستمرار في تقديم الأسلحة لأوكرانيا ليسلط الضوء على الجهود المنصبة للضغط على موسكو إلا أن التوتر بين كييف وبرلين ظهر جليا بعد انتقاد سفير أوكرانيا لدى ألمانيا إحجام المستشار الألماني أولف شولتس على تسليم أسلحة ثقيلة لبلاده كالدبابات لكن شولتس جدد التزامه بالاستمرار بتزويد أوكرانيا بالأسلحة دون تحديد أنواعها ووفقا لوسائل إعلام غربية فإن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا يتم يوميا منذ بداية الغزو الروسي بشكل سري لعدم رغبة الدول المشاركة في ذلك أن تظهر على أنها الطرف في هذا النزاع وذكرت وسائل أعلام تشيكية أن براغ أرسلت قطارات محملة بدبابات تي 72 وآليات مدرعة سوفيتية إلى أوكرانيا مطلع إبريل الجاري في عملية غير مسبوقة على أن تتولى شركات الأسلحة تشيكية تصليح معدات عسكرية ثقيلة أوكرانية بطلب من كييف بينما تبرعت النروج بنحو 100 صاروخ مضاد للطائرات من طراز ميسرال ومنذ بداية الغزو الروسي في فبراير الماضي زودت النروج أوكرانيا بنحو أربعة آلاف قطعة سلاح مضاد للدبابات ومعدات عسكرية أخرى مع استمرار الحرب على أوكرانيا تواصل الولايات المتحدة ودول الغرب تقديم الدعم العسكري واللوجستي لكييف حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم أن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا تأتي بعد حزمة أخرى بالقيمة ذاتها أيضا والتي تضمنت رادارات ومضادات للمدفعية ترسل لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا وإذا وافق الكونغرس على هذه الحزمة الجديدة والبالغة كما ذكرنا 800 مليون دولار سيعني ذلك أن الولايات المتحدة قد خصصت ما يقرب من ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دولار لمساعدة أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي من جانبها أعلنت وزارة الدفاع على أمريكية أمس الثلاثاء أن أوكرانيا تلقت طائرات مقاتلة وكذلك قطع غيار لتعزيز قواتها الجوية في مواجهة روسيا من دون أن تحدد عددها ولا الدول التي قدمتها يأتي ذلك بعد إرسال قطعنا مدفعية مدفعية هاوتزر الذي أعننها الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أكد إرسال عدد من الدول الغربية الحليفة إرسالها طائرات عسكرية لأوكرانيا من دون أن يذكر أسماء هذه الدول لكنه ألمح إلى أنها طائرات روسية الصنع مضيفا أن الوليات المتحدة سهلت شحن قطع الغيار إلى الأراضي الأوكرانية لكنها لم ترسل طائرات يأتي ذلك بينما بدأت روسيا هجوما جديدا في دونباس وبذلك أصبح بإمكان المساعدة الأمريكية المستمرة أن تحدث فرقا على الأرض حيال تصاعد الهجوم الروسي شرقية أوكرانيا وفق مسؤولين أمريكيين للمزيد ينضم إلينا من ولاية ميرلند الأمريكية الخبير في الشؤون العسكرية والأستاذ في جامعة الدفاع الوطني سيد ديفيد ديروش ومن غرب أوكرانيا ينضم إلينا المتحدث باسم الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا العريف داميان ماغرو أهلا ومرحبا بضيفي الكريمين شكرا لتلبية الدعوة أبدأ معك سيد داميان بعد طول انتظار من الجانب الأوكراني ها هو البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية تعلن وصول طائرات حربية مقاتلة إلى أوكرانيا بالإضافة إلى قطع غيار أيضا إلى أي حد سيغير هذا من مسار الحرب وسيقوي الجبهة الجوية الأوكرانية ضد روسيا شكرا لإستضافتي بكل وضوح هذه الطائرات ستحقق فرقا والمستقبل سيظهر بدأ الفرق الذي سيتحقق في الوقت المناسب إن لم يكن الوقت قد فات أمل بأننا سننشرها في المعركة القادمة كنت آمل للمزيد من المدفعية الطويلة المدى أعرف بأن هناك بعض أسلحة الهويتزر التي أرسلت في الحزمة الأخيرة أرسلات الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام هذه الحزمة تلبي أكثر بكثير احتياجات الجيش الأوكراني ولطالما كان ينادي من أجل الحصول عليها نسيبها بالنسبة للمدفعية الطويلة المدى لا نزال ننتظر للمزيد من التفاصيل من دول الناتو حيث الأطلسي ولكن هو يلبي أكثر مما طلبته في البداية وهذا مفيد نعم دخول الطائرات على خط المساعدة الغربية لأوكرانيا إلى أي حد يمكن أن يسمح لأوكرانيا اليوم السيطرة بشكل أو بآخر على مجمل الأجواء الأوكرانية مرة جديدة في الأيام القادمة والأسابيع القادمة ستظهر مدى فعالية هذه الطائرات كان هناك بعض التحديات مع الطائرات الروسية والتي كان لها السيطرة في المجال الجوي الأوكراني أعتقد بأن المزيد من قطع الغيار والطائرات ستكون مفيدة ولسيما في هذا التوقيت بالذات هذا سيحقق فرقا نعم وأعتقد أن كل ذلك ومع الأسلحة والصواريخ المطلقة عن الكتف المضادة للطائرات التي وصلتنا من الناروج خلال الأيام الماضية ستزيد من قدرات الأوكرانية الجوية الدفاعية وهذا سيحقق فرقا سيد ديفيد من ميرلند حزم جديدة عسكرية ومساعدات أمريكية وغربية لأوكرانيا برأيكم إلى أي حد يمكن لهذه الحزم الجديدة والمساعدة العسكرية المستمرة أن توقف هذه الحرب والعملية العسكرية التي شنتها مؤخرة روسيا في الشرق كما فعلت قبل ذلك وتسببت بشكل أو بآخر بتراجع قوات روسية من محيط العاصمة كييف سؤال وجيه ليس هناك تهديد للشياح كييف الآن ولكن هناك فقط مضايقات وكما أشار ضيفك من أوكرانيا إن المسألة الأساسية هنا هي الضربات الطويلة المدى التي تتصدى لضربات وقصف طويل المدى أعتقد بأنه توفير قطع الغيار للسماح بطيران الطائرات التي يعرف كيف يحلق بها الأوكرانيون هي خطوة ذكية وشيء الثاني في هذا الإطار ولا يتنشار عليه بكثير الردارات أجهزة الرادار مهمة بالرصد هذه الضربات المدفعية وبذلك تعرف موقعها وهذه الإمكانية في تحديد المواقع هي قدرة مهمة ولديك أيضا وحدات ستستخدم الهويتسر هي خطوة مرحب بها ولكن لا تكفي ولست أدري كمية التي هي متوفرة لدى الأمريكيين بالنسبة للهويتسر من 155 مليمتر ولكن أيضا صواريخ الجافلين وساريخ الستينجر هي مهمة والقدرات المضادة للطائرات التي يرسلها الحلفاء والنروجيين هي أيضا مهمة ومفيدة لطالما تمكن وقدر الأوكرانيون على دحر القوى الروسية في الأجواء فلن يتمكن هؤلاء من السيطرة فالنحية الثانية أيضا هي إمكانية الرصد والدحر المدفعية الروسية فهم الروس يعتمدون كثيرا عليها هاتين القدرتين أساسيتين آمل بأنها سيتم تعزيزهما هل يمكنني أن أضيف إلى ذلك نعم تفضل أريد أن أضيف بأنني أتفق تماما مع ما قاله أضيف من الولايات المتحدة إن فهمي للموضوع بأن 18 بطارية هويتسر وهي بقدر ما يحصل عليه الفيلق الأمريكي في الجيش الأمريكي لست أدري ما هو ما هي الأعداد الفائدة لدى الجيش الأمريكي بالنسبة للبطاريات والمدفعية أعتقد بأن هناك أيضا ذخيرة للجيش الأمريكي موجودة في المخازن ولا يتم استخدامها ويمكن إرسالها وبذلك أتفق تماما بأنه علينا التصدي لنظم المدفعية طويلة المدى التي يعتمد عليها الجيش الروسي عند هذا الحين الجيش الأوكراني قدرة محدودة بالتصدي لها سيد دميان هذا قد يقودنا إلى سؤال حول طبيعة التضاريس في الشرق الأوكراني والمختلفة عن بقية المدن إلى أي حد ينعكس هذا على طبيعة ونوعية الأسلحة التي تصلكم عند هذا الحين فإن المسألة المهمة التي يجب التفات إليها مسألة المدى فنأمل بأن كل هذه الحزم الإضافية ستحقق فرقا وأسمع كثيرا عن أن مواقع المدفعية الأوكرانية بعيدة عن الأهداف التي تريد القضاء عليها إن الناروج أرسل اليوم صواريخ نظم مسترال محمولة على الكتف وربما أريد أن أرسل هنا رسالة إلى حكومتي كذلك وأريد أن أرى نظم واجب إرسالها إلى أوكرانيا وهي نظم صاروخية متقدمة جدا مضادة للسفن مثل الأنسام وهذه نظم حقيقة ستكون مفيدة جدا في المعركة نظم تحمل على الكتف وقاضفات للصواريخ كلها نظم مهمة وثقيلة نعم سيد سيد دمياني كانت هناك تصريحات مسجلة اليوم لقائد فيها القوات الأوكرانية قال بأن المحاصرين في إحدى المصانع أزوفستان وهم يعيشون أيامهم الأخيرة هناك إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه التصريحات على معنويات المقاومة في هذه المدينة مريوبل المحاصرة منذ بداية الغزو الروسي تقريبا أولا أريد أن أشيد بالبسالة والثبات للمدافعين عن مريوبل والذين يصمدنون منذ خمسين يوما ودون وصول أي مساعدات الغذاء والماء علينا أن نشيد بهذا الشجاعة والوضع خطير جدا يمكن أن يقوم بإجلاء المدنيين عبر الممرات القدراء في مرات كثيرة تراجع الروس عن ما اتفقوا عليه بالنسبة للممرات الإنسانية وبدأوا بقصف قوافل الباصات التي تنقل المدنيين آمل اليوم بأن الممرات الإنسانية قد تمكنت من العمل بما يناسب أما بالنسبة بهذا الإطلاق سيد دميان اسمح لي نائبة رئيس الوزراء الأوكراني اتحدثت اليوم وقالت بأن هناك اتفاق قد يكون الأول من نوعه مع الجانب الروسي فيما يخص تأمين خروج المدنيين من ماريوبل خصوصا لنساء والأطفال نعم أنا على اطلاع على التوافق الذي تم التوصل اليه اليوم ولست أدري ما كانت النتيجة بعد ذلك وإذا ما تمكن من إجلاء خمسة آلاف مدنيين من المدنيين من جراء التجربة نعرف أن بعد ذلك لم يحدث كنت تتحدث عن معنويات القوات في الميدان فسؤالك مناسب أعتقد وإذ يستمع إلينا المشاهدون يمكن جميعنا أن نظهر دعمنا للمدافعين عن ماريوبل ويستفيدون من إشارات الساتل والساتليت والأقمر الصناعية منذ بداية الحصار إذن من الضروري أن تظهروا دعمكم وتأييدكم لهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لما يحدث في الميدان ربما على القوات الأوكرانية أن تتقدم 120 كيلومتر من مواقعها الحالية من أجل الصمود والمزيد وكسر هذا الحصار سيد ديفيد الحرب في مرحلة حرجة وعامل الوقت حاسم هنا وكذلك الأسلحة إلى أي حد تأخذ الإدارة الأمريكية كل هذا بعين الاعتبار في تقديم مساعدتها لأوكرانيا أعتقد بأن هناك مسألتان يجب أن نستسكر هما أولهما بالنسبة لما حصلنا عليه وما لدينا وما الذي لدينا في مخاسننا والتي يمكن أن نوفرها للقوات الأوكرانية كما ذكر ضيفك من أوكرانيا هناك أسلحة في المستودعات الجيش الأمريكي أعرف أن هناك مخزون من صواريخ ستينجر وجافلين وقد تم إرسال كثير منه إلى أوكرانيا أما السؤال الثاني عما يمكن أن يستفيد منه أحيانا قد يطلب الشركاء الأمنيين للحصول على معدات لا يمكنهم تشغيلها وبذلك علينا أن ننظر في هذا الموضوع وأخيرا ما هو مفيد في الميدان وفي المعركة إن أنواع الأسلحة مثل ذخائر الصواريخ والتي يمكن إطلاقها من مدافع الهاويتسر والتي يمكن تعزيزها بالصواريخ يمكن لبطاريات الأوكرانية أن تتخطى مدى الذي يحققه الروس اليوم ويمكن أيضا لبعض العربات أن توفر قدرة على التحرك بسرعة فائقة وإن نظم الروسية مثل الأس 300 والتي يمكن للأوكرانيين أن يدمجونها ويشغلونها في الخطوط الأمامية هذا كله سيسمح للأوكرانيين بالتغلب والتفوق على نظم المدى الطويل الذي تستخدمه روسيا وطلقه من أجواء روسيا وأجواء البيلوروسية السؤال يبقى ما هي الأسلحة الأكثر فعالية وما يمكن استخدامه بالطريقة الأنجع وما الذي تبقى لدينا إذن إن هناك مسألة للتخطيط من أجل الأزمة وهذا يتم اليوم في مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع الأمريكية إذا سمحت لي بأن أضيف شيئا أسمع أسمع كثيرا عن أنواع الأسلحة التي يمكن للقوات الأوكرانية بتشغيلها إذا سمحت لي هنا أريد أن أقول بأن على العالم أن يدرك بأن الجيش الأوكراني يستفيد من كل نظام سلاحي يتم إيصاله إليها منذ بداية الحرب واليوم لدينا الفيلق الأجنبي والذي أنا أمثله مع قدامى الحروب من جيوش كثيرة من حول العالم ومن دول الناتو الحلف الأطلسي وعينما نتحدث عن صواريخ مضادة للسفن هناك قدامى للحروب البولنديين يعرفون كيف يستخدمون هذه الصواريخ بذلك يمكن أن نستفيد من المدربين الأجانب في هذا الفيلق وعلى الجميع أن يفهموا ذلك من غربي أوكرانيا العريف داميان ماغرو شكرا لك سمحت لي بالرد سريعا سيد ديفل أن الوقت قد نفد هذا صحيح هذه نقطة مفيدة ونحن لا نتحدث عن القوات الأفغانية هنا في هذه الحالة هناك العديد ممن عملوا وتدربوا مع الأوكرانيين خلال السنوات الثمانية ولكن بعض هذه الأسلحة تحتاج إلى عدد المدربين والمشاغنين لقد وصلتني النقطة التي تفضلت بها وأنه لا يفهمها الجميع ولكن وصلتني من ميرلاند سيد ديفيد ديروش شكرا لك ومن غرب أوكرانيا العريف داميان ماغرو شكرا لك أيضا